السلام عليكم اهلا بكم حبيبي في حلقة جديدة من دروس الماث وان شاء الله النهاردة هنكمل الحلقات كل عن الدسمالز وزي ما قلنا المرة اللي فاتت ان انا ان شاء الله مكملة في كل الحاجات اللي بتخص الدسمالز ان شاء الله والنهاردة هنبدأ مع بعض تاني حلقة عن الدسمالز وهي how to add and subtract دسمالز ازاي اقدر اجمع واطرح الدسمالز جمع وطرح الدسمالز سهل جدا 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 زي الجمع والطرح العادي لكن فيه تركاية بسيطة خالص خالص اعملها واحل العادي خالص طيب زي ما احنا شايفين هنا ده عندنا الدسمال place value chart الدسمال place value chart ده مهم عندي في الجامعة والطرح في ايه احنا بس هنفهم منه الاول اللي هنعمله وبعدين بعد كده خلاص مش هنستعمله تاني لكن احنا بس هنستخدمه في اول مرة انا مثلا لو عندي 1.79 وعايز اعملها plus 12.5 تعالوا نشوف لو جينا حطينا الاعداد دي هنا في الدسمال place value chart هتتحط ازاي طبعا زي ما انتشايفين هنا ده الدسمال point يبقى انا الدسمال point بتاعتي هتتحط بالشكل ده وهبدأ اكتب الاعداد الاتنين يبقى ادي one ودي الدسمال point بعدين 79 طب 12.5 هتتكتب ازاي بقى هتتكتب 12 عادية 12 كده والدسمال point بحطوطة هنا و5 هنا وبعدين نبدأ نعمل adding طيب انا فدني في ايه بقى الدسمال chart ده هيفيدك في ان انت لازم تبقى عارف كويس جدا وانت بتعمل adding او subtracting decimals لازم تحط ال digits في مكانها الصح يعني انا في الجمع العادي ما اقدرش اجمع tens مع hundreds يعني لو انا عندي مثلا 325 وعندي 49 هحط ال 49 كده يبقى انا هجمع كده التنس مع ال hundreds ده صح لأ ده كانت مش مظبوط يبقى اهم حاجة عندنا في adding وال subtracting ان يكون ال digits محطوطة في نفس place value tens يبقى مع tens once مع once او units مع units hundreds مع hundreds تمام؟ يبقى انا هنا اول حاجة مهمة عندي جدا في ال decimal place value chart اني اخد بالي ان انا وانا بعمل adding او subtracting لازم يكون ال digits في نفس المكان طيب اكمل عادي بقى هنا مفيش حاجة فاحط انا zero واشتغل عادي ادي 9 12 20 regroup 1 ال decimal point هتنزل وبعدين نعمل 1 plus 3 ادي 4 ودي 1 كده انا عملت ال adding بالشكل صحيح يبقى الحاجة الوحيدة المهمة جدا جدا في adding و subtracting decimals ان انت بتكون بتعمل adding لل digits في نفس place value طيب تعالوا نشوف بقى كده تمارين هتتحل ازاي find the sum اكيد طبعا كلنا عارفين وقت ما يقول لي find the sum معناه هو بيقول لي اعملي adding find the sum معناها احنا بنعمل adding حتى لو هو مش كاتب adding فاحنا هنعمل adding اوكي let's find the sum خلوا بالكوا بقى احنا اتفاني احنا هنعمل ايه هنخلي بالنا ان يكون ال digits محطوطة في نفس ال place value طيب يا ميس هو انا بقى كل مرة هجيبي ال place value chart واشتغل عليه وحط ال decimal point وضبط الدنيا لا 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 فيش داي خالص انا هعلمك حاجة من الاتنين الطريقة الاولانية يا اما تعد هنا شايف ال decimal point ال decimal point هنا هي تشوف بعد ال decimal points how many digits do you have انا عندي هنا two digits طب وهنا عندك كام ده one digit يبقى مش مظبوطة يبقى لازم الاول انت تزبطها يبقى هنا اتنين وهنا اتنين طب هزود اعمل ايه عشان اخلي هنا اتنين وهنا اتنين حط بس هنا كده zero كده تضبطت معك واعمل كده ادنين عادي عادي جدا كأنك تعمل ادنين اهو three plus zero three nine plus one ten zero one خلي بالك بقى هنا كان في decimal point فلازم تحطه وبعدين one plus four five يبقى اول طريقة تعد how many decimal places do you have هتلاقي decimal places هنا قدد decimal places هنا يبقى انت تمام شغال في السليم اجمع اول واحد مع اول واحد تاني واحد مع تاني واحد وتمام لكن لو لقيت زي ما لقينا هنا ان ال decimal places في one number هما two places والتاني عند one place بس لا يبقى انت هنا لازم تضبط الدول دي الطريقة الاولانية وممكن تستعملها في ال horizontal adding اللي هو ال adding اللي بالشكل ده طيب لو انت عايز تعمله vertical adding يعني انا بحب adding بعمل بال vertical دي بقى هتعمل اول حاجة ان انت تزبط ال decimal point بتاعتك وبعد انت حط ال digits بتاعتك كأنه place value chart بس من غير خانات ولا حاجة احط هنا ال one وهنا 30 اهم حاجة ايه اهم حاجة ال decimal point فوق ال decimal point عشان تزبط لي ال places وبعد ان نعمل adding طيب هنا مفيش حاجة اه لا يا سيد يكملها ب zero يبقى ده three zero regroup one decimal point تنزل في مكانها five نفس ال sum يبقى انا شغالة تمام يبقى انت يا اما تستعمل الطريقة الاولانية اللي هي horizontal تزود بس zero hat عشان تزبط decimal places يا اما تحط vertical تحط ان فوق بعض بس تزبط بقى ايه decimal point بعد decimal point وكله شغال تمام اوكي let's يعني نشوف التانية بقى the adding decimals خلاص قبل ما ابدأ adding decimals ابص عندي كام decimal place هنا ده انا عندي هنا اتنين طب انا عندي هنا كام ده واحد بس لا يبقى مش مزبط انا لازم اخليهم اتنين زي بعض خليهم اتنين زي بعض ازاي احط zero زي ما حطينا ونعمل adding عادي فيه الفيرست place هنا الاول ده مع الاول ده zero plus four four التاني مع التاني 11 يبقى فيه الجروب 1 decimal point قبلتني احطها وبعدين one one طب لو انا عملتها vertical هادى طلع نفس النتيجة let's check let's check if it's the same result or not احنا اتفقنا نعمل ايه نزبط الاول decimal point وحط ال number بس داعي كده وهنا كان فيه zero بعدين seven ونعمل adding تعالى فيه هنا مكان فاضي ازا حط له zero يا سيدي وابدأ بقى هاتنا النتيجة هادي four 11 يبقى one with group one decimal point قبلتني حطتها one one نفس result اوكي خلاص اخر واحدة بقى خلاص احنا عارفنا decimal decimal numbers احنا بنعملهم adding يبقى check how many decimal places do you have هنا two وهنا one يبقى لازم احط هنا zero وبعدين اعمل adding بقى الاول مع الاول zero plus three three two plus zero two قبلتني decimal point احطها zero plus two two وبعدين two الاخيرة تنزل يبقى twenty two point twenty three hundred or twenty two and twenty three hundred اوكي that's how to find the sum او that's how to add up decimals طب هل في فرق between adding and subtracting مفيش اي فرق خالص يعني ايه يعني كل اللي عليك قبل ما تعمل subtracting ان انت برضو check decimal places how many decimal places do you have let's check هنا how many decimal places the one طب وده كام ده عنده two decimal places يبقى مش مظبوطة لازم اوزنها الاول طب اوزنها ازاي احط هنا zero طبعا انا بفضل في subtracting ان انت تستعمل vertical method ان انت تستعملهم فوق بعض دي اسهل بكتير في subtracting فانا لو استعمل subtracting اللي هو vertical method ادي ال nine هنا والثري كانت معدد decimal point على طول كان في five هنا وكان في fifty six تمام وده هنعمل subtracting في هنا مكان فاضي لازم احط فيه zero وابدأ اعمل subtracting بتاعي zero minus six طبعا مش هينفع فهنعمل borrowing دي هنا two وده كده بقى 10 يبقى عادي four وهنا برضو هنعمل borrowing seven point three three point seventy four ده point seventy four ده الانسر تمام انت دلوقتي لو انت فاهم اعمل pause للفيديو وحاول تحل لدى second one حلها وبعد نشوف هل انت حلك صح ولا لأ اوكي تمام احنا بنعمل هنا subtracting decimals let's check how many decimal places do we have هنا two decimal places هنا one decimal place يبقى مش موزونة اوزنها ازاي احط هنا zero الاحسن والاحسن اني ااجي هنا واستعمل ال vertical vertical method vertical method اهم حاجة تحط الايه decimal points بتاعتك تزبط ارقامك مين اللي قبل decimal point ومين اللي بعد decimal point وهنعمل subtracting وانت بتحل بقى هتلاقي ايه في مكان فاضي هنا خط في zero الاول ونعمل subtracting six minus zero six four minus nine مش هينفع طبعا فهنعمل borrowing بقت fourteen minus nine five decimal point تنزل مكانها منسهاش seven minus one is six and three minus two is one لو الانسر بتاعتك كده تمام يبقى انت برفع عليك فممت الدرس وشغل تمام اخر واحدة بقى عندنا هنا هنعمل ايه اذا ما اتفقنا check how many decimal places do you have هنا two هنا two مظبوطة دي تمام يعني ممكن اعمل subtracting كده اه تعمل subtracting كده الافضل ان انت تستعمل ال vertical method ازاي ال vertical method دي نستعملها اتفقنا مع بعض هنحط ال decimal point دي اللي هتعلمني او ممكن تكتب الرقم العدد الاول وبناء عليه تكتب اللي تحتين seven six وهنا فيه three five ونعمل subtracting ده مظبوط هنا فيه two decimal places وهنا فيه two decimal places مظبوط تمام بس مش هينفع فهنعمل هنا borrowing اكيد طبعا حضراتكم عارفين يعني ازاي نعمل borrowing الكلام ده لان ده مش كلام grade four ولا five ده كلام grade two اه هنا ده seven six point وهنا ده five eight eighty five and sixty seven hundred اه ان شاء الله تكون الفكرة واضحة زي ما علمتوكم كده دلوقتي كل المشكلة في ايه ان انت بس تخلي بالك how many decimal places do you have مش مظبوطين زي بعض انا ازبطهم بايه عندك زيلوهات زي ما انت عايز خد زيلوهات اوكي طيب لست شوف بقى دلوقتي word problem الword problem في عندنا كده ايه key words بتعرفني انا هعمل ايه خلينا نشوف الword problem بتقول ايه one day two kids in the neighborhood went fishing when they were done they weighed all their catches one of the kids caught two and forty five hundred kilograms of fish and the other kid caught one and seven tenth kilograms of fish يبقى انا اقرأ كده للسؤال وخلص انا فهمت اتنين راحوا استطادوا سماك واحد استطاد شوية سماك صغيرينة وواحد استطاد شوية سماك كتير طب حضرتك عايز ايه السؤال بقى عشان اعرف اجاوب what's the total weight of the fish they caught what's the total weight total يعني كله total the key word للا adding يبقى انا هعمل ايه عشان احل السؤال ده يبقى انا هعمل adding عشان اعرف total weight they caught هعمل two and forty five hundred plus one and seven tenth ونعمل هنا بقى ايه applying للرول بتاعة adding decimals ايه هي الرول check how many decimal places they must be equal how many decimal places do you have in here هنا في two طب هنا هكام في one مش مضبوطة حط هنا zero واشتغل الاول مع الاول zero مع ال five five seven مع ال four eleven one regroup one قبل اتني مين ال decimal point احتها وبعدين four كيلو جرامز يبقى هم مصطدوا مع بعض four and fifteen hundred كيلو جرام اوكي طب ايه حضرتك ايه السؤال المطلوب التاني المطلوب التاني بيقول what's the difference what's the difference between their catches difference difference يعني ايه difference يعني الفرق بينهم طب انا عشان اعرف الفرق بين اي حاجتين لازم اعمل subtracting يبقى difference the key word في اللي subtracting يبقى انا هعمل subtracting وخلي بالي ان انا طبعا طالما اعمل subtracting بقى ابدأ بالكبير key two point forty five اكبر من one point seven فانا هبدأ بالكبير وزي ما قلت لكم انتوا افضل حاجة هنا تعملوها ان تستعملوا ال vertical method هنكتب الاول النمبر الاول كده وبناءا علي هزبط بتاعي هزبط الايه النمبر اللي تحت ال decimal point يجي تحت ال decimal point هنا في one وهنا في seven طب هنا في مكان فاضي يا مس حط zero يا سيدي وعمل subtracting five minus zero five seven minus seven zero decimal point قبلتني تنزل two minus one one يبقى the difference between their catches is one kilogram and five hundred اتمنى ان الدرس يكون سهل وطبعا لو في حاجة انت مش فاهمة ارجع عادي الفيديو تاني لكل اللي فات والفيديو اللي فات عن عن بدايات الدسمالز ازاي نعمل دسمالز اصلا من الفراكشنز فيديو اللي فات ان شاء الله هتلاقي موجود ممكن تضغط عليه وتتفرج عليه thank you for watching واتمنى يكون درس فاتكم ومتنسوش like subscribe thank you